جناح المتشدد في حزب الشعب يبتعد وزيرة الشؤون الأوروبية إيديش تادلر تغادر السياسة العليا وعندي خبر محادثات الاقتلاف في النمسا تتباطئ وسط تحديات شبيهة بانهيار الاقتلاف في ألمانيا وأخيرا طبعا الرئيس النمساوي يغادر المستشفى وواصل التعافي في منزله بعد العملية الجراحية وده يمكن بيبالي شق دستوري أن رئيس الوزراء بيحل محل الرئيس إذا زادت الفترة ينتقل الرئاسة الرئاسة لرئيس البرلمان عين كان هو لأن احنا عندنا ثلاث رؤساء للبرلمان برضو بالتناوب وهم بيعتقدوا أنه الفترة دي مش هزيد عن 20 يوم ويمكن خبر برضو يعتبر أو شيء مستحدث أنه هيقوم رئيس مقاطعة فرالبرج ماركوس فيلنر بحلف اليمين أمام رئيس المستشار النمساوي للفترة اللي جاية واللي هو بيمثل حاليا الرئيس النمساوي قرأتك للخبر الثلاث أخبار بس أنا توقفت عن موضوع أيدلش تادلر حصل عليها خلاف الفترة الأخيرة وحاليا دلوقتي بيقولها بالزوء يعني مش هكون لها مكان في الحكومة المقبلة ستطفق أم تختلف مئة بالمئة هي فعليا ابتعدت هو يشوف سيدي الكريم أنا من يعني خلال متابعتنا لبعض الأمور بداخل حزب الشعب حزب الشعب كان كما يقال طيارين طيار كارلني هامر وطيار إيدش تادلر إيدش تادلر الآن على الحال كطيار إيدش تادلر طيار كارلني هامر لا يريد التعامل مع هربة كيكل ولا بأي حال من الأحوال طيار إيدش تادلر كان يريد التعامل مع حزب الحرية وإقامة اتلاف معهم بس بدون كارلني هامر نعم بدون كارلني هامر بغض النظر وأيضا إيدش تادلر كانت يعني مرشحة لأن تأخذ مكان كارني فعلى ما يبدو أن هذا الجناح هزم هذا الجناح تراجع لم يسمح له تم ضبطه داخل مؤسسة حزب الشعب على ما يبدو فبالتالي هذا هو عنوان يا سيد الكريم بكل بساطة كارولين أدش تادلر هو عنوان الحالة والمرحلة الانتخابية المقبل أفضل المرحلة تشكيل الحكومة آسف مرحلة تشكيل الحكومة اتخابات خلصنا منها فبالتالي باعتبار أنه محادثات الاتلاف بإلا اكتباطه وسط تحديات شبيهة بنهيار الاتلاف في ألمانيا اليوم يا سيد الكريم على ذكر ألمانيا هل فعلا إحنا للدرجات متأثرين أو بتتأثر النمسا بالسياسة الألمانية الداخلية لدرجة أن إحنا ممكن يكون هناك لأن هم عندهم برضو أمبل أمبل الكواليسوني اللي موجود في النمسا الاتلاف حزب الخضر مع حزب الأحرار مع هل انهيار ده ممكن يأثر علينا سلب أبدا أبدا يا سيد الكريم هي حالة سياسية يعني أعتقد الحالة الألمانية تختلف عن الحالة النمسا ويا كارني هامر شو قال أرفض المقارنة بين الوضع في ألمانيا وأكدنا تطورات في البلدان الأخرى غالما تكون غير قابل المقارنة وأضاف أنه ما تحتاجه النمسا هو أغلبية مستقرة في البرلمان هو برنامج واضح هذا هو فعليا ما ينادي له كارني هامر كارني هامر سيقدم للعلم يعني أعتقد ستتوضح هذه الأمور من خلال الحقائب الوزارية التي ستتولاها كل حزب وأيضا في البرنامج الحكومي أعتقد أن كارني هامر سيقدم العديد من التنازلات للحزب الاشتراكي وبالتالي لأنه ليس لديه خيار آخر أي إعادة للانتخابات سيتراجع حزب الشعب يعني سيبتعد كثيرا وسيتصدر أكثر الحرية اليمينة نعم فبالتالي فبالتالي اليوم مع ابتعاد أدش تادلر أصبح ني هامر لينا لينا وقابل للتعامل وقابل لتقديم تنازلات للحزب الاشتراكي وقال أن السياسة القديمة لا تنفع للمرحلة المقبلة أهم ما في ذلك سيدي الكريم أهم ما في ذلك أعتقد نحن فقدنا بعض الأخبار ما نزلناها الحالة الاقتصادية الكارثية يعني كل اليوم الأخبار بتقلك زيادة الإفلاس التضخم زيادة الأسعار اختفاء الكهرباء بغض النظر يعني أيضا تراجع النمو لأربع خمس سنوات الأمام فبالتالي الحكومة المقبلة لديها مسؤوليات إعادة إنعاش الاقتصاد إعادة إنعاش الاقتصاد هذه تتطلب تنازلات بصراحة إن كانت من الاشتراكي الذي يدعو إلى السياسة الاجتماعية والعدالة ومش عارف الكلام هذا أو من خلال أو من خلال الحزب الشعب الذي أيضا عليه أن يقدم تنازلات بما فيها فرض ضرائب من نوع معين على الشركات الكبيرة على ضريبة ضريبة الميراس ضريبة الأرباح يعني أن يتفقوا على سياسة واضحة أضف على ذلك سياسة الاندماج التي أثبتت فشلها على مدار الخمس سنوات الماضية أعتقد أنها تحتاج إلى إدارة جديدة إلى دماء جديدة بعيدة عن حزب الشعب وأتمنى أن تكون أيضا بعيدة عن الحزب الاشتراكي يعني أنا أتمنى أتمنى أن أرى السيدة مينر رايزنجر هي وزيرة الاندماج والأسرة النمساوية أعتقد أن هم عندهم خبر في الموضوع ده ويمكن عندهم أفكار جديدة وبرو في طريق الإصلاح اللي هتأثر به كل الحكومة النمساوية حتى الآن لم تبدأ المفاوضات الرسمية ما بين الشعب والاشتراكي حتى الآن كله استكشاف استكشاف بالضبط هي استكشاف استكشاف الوضع كيف شكله مستقبل وما كذا أما فعليا المحادثات يقال أنها لربما ستبدأ في الأسبوع المقبل يوجد جولة محادثات أو اكتشافات أخرى ستبدأ يوم الأسنين بعد ذلك على مستوى المستورة فيها مستوى الخبراء الخبراء وزايد رؤوساء المقاطعة مئة بالمئة فهديك بتصير موضوع الخبراء وكتابة البرنامج الحكومي فهديك ونشت نعم